ما هي قصة سيدنا آدم على الأرض؟ ولماذا اختاره الله خليفة على هذه الأرض؟ وهل الملائكة الكرام اعترضوا على ذلك؟ ولماذا أعطى الله البشر حرية التصرف وإمكانية أن يسفكوا الدماء؟ ولماذا الملائكة ناقشوا هذا الأمر؟ كل هذا سنتعلمه من خلال تأملنا لهذا النص الكريم في سورة البقرة فتابعونا حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابي أجمعين أيها الأحبة أنا لدي نص من سورة البقرة أحببت أن أتأمله معكم اليوم الحقيقة في البداية أود أن أقول الملائكة لا يحق لها أن تعترض وهي لا تعترض على كلام الله عز وجل لذلك هذا مفهوم خاطئ الملائكة فقط تتساءل تطرح سؤالا لأن الله عز وجل عندما خلق آدم الملائكة سجدوا إذا لم يعترضوا إبليس هو الذي اعترض هو الذي استكبر وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ماذا فعل الملائكة هنا هل اعترضوا لا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس إذن هنا أيها الأحبة إبليس هو الذي استكبر واعترض وعصى الله سبحانه وتعالى وكان من الكافرين أما الملائكة التزموا بأمر الله ولكن في سورة البقرة هنا القضية بعد السجود بعد أن سجدوا وبعد أن نفذوا هذا الأمر الله عز وجل أخبر الملائكة الكرام وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إذن هذا دليل يدلك على أن سيدنا آدم لم يخلق على الأرض بل خلق في السماء والملائكة سجدوا له في السماء في جنة في السماء الله أعلم ولكن ليست على الأرض ثم هبط إلى الأرض وأصبح خليفة أي حاكما مسيطرا متصرفا متحكما بمقدرات الأرض وبالفعل اليوم انظر الإنسان هو الكائن الوحيد الذي استطاع أن يسيطر على الأرض سيطر على الخيرات على منابع النفط اخترع الطائرات أقام المدن يعني كل الحيوانات فشلت في اختراع لباس لها مثلا أو في يعني هل رأيتم مثلا حيوان قرد يستخدم النار لشوي مثلا اللحم أو ليطبخ مثلا أكلا أو كذا الإنسان هو الوحيد الذي تمتع بصفة الخليفة أي الذي يسيطر ويحكم ويتخذ القرارات هذه القرارات التي أعطى الله سيدنا آدم والبشر قدر عليها قدر على الاختيار بين الحق والباطل بين الصواب والخطأ الإنسان غالبا ما يسيء استخدامها يعني السلطة عندما توضع بيد إنسان غالبا ما يسيء استخدامها انظر يعني إلى إنسان يكون عادي طبيعي بمجرد أن أعطي نوعا من السلطة تجد أنه يمارس أشياء كما نرى في العالم الظلم والقتل والإرهاب وظلم الناس وأذى الناس إلى آخره فهنا الملائكة الكرام لم يعترضوهم فقط تساءلوا يعني يا رب عندما تعطي هذا المخلوق القدرة على اتخاذ القرار ليصبح مسيطرا يتحكم بمقدرات الأرض غالبا سوف يظلم سوف يسفك الدماء سوف يفسد في الأرض لذلك وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون إذن هنا أخي الحبيب الله عز وجل عندما أعطاك القدرة على أن تسيطر وتتحكم فتذكر قدرة الله عليك إياك أن تظلم إياك أن تستخدم هذه الصلاحيات التي منحك الله إياها أن تستخدمها في الشر بالعكس سخر ما آتاك الله في سبيل الخير هنا الله عز وجل أراد أن يعطي الملائكة درسا لطيفا وعمليا قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ما معنى علم؟ يعني وضع في سيدنا آدم وضع في داخله القدرة على التعلم هذه القدرة غير موجودة لدى الملائكة فسيدنا آدم عندما يعني بدأ يتكلم ويحمد الله وبدأ يتعلم لأن الإنسان يخلق كما تعلمون لا يعلم شيئا ثم يتعلم الكلام ويتعلم الإبداع ويتعلم الاختراعات ويتعلم كل شيء والكتاب وكذا فسيدنا آدم الله أودع فيه هذه القدرة هذه القدرة غير موجودة لدى الملائكة يعني الملائكة لا يتعلمون بنفس طريقتنا نحن البشر الله يخلق الملك مبرمج متعلم يعني لا يتطور مراحل مثل الإنسان وكل مرحلة يتعلم شيئا جديدا لا ف وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إذا الملك يخلق متعلما وأي معلومة جديدة يتلقاها من الله مباشرة يعني القدرة على التعلم والإبداع والاختراع وإنشاء أفكار جديدة هذه ميزة خص الله بها سيدنا آدم وذريته من بعدي وعلم آدم الأسماء كلها ما معنى ذلك؟ أنا أتوقع والله أعلم ليس تعليما حرفيا يعني قال له هذا جبل وهذا نبات وهذه شجرة وهذا ما لا الله عز وجل وضع في داخله إمكانية التعلم تماما مثل الأطفال اليوم عندما يكبر هذا الطفل كل يوم يتعلم شيء جديد طيب كيف يتعلم؟ كيف تنشأ الأفكار في دماغه؟ الاختراعات كيف يصنعها الإنسان؟ من أين تأتي؟ هذا السؤال حتى الآن العلم فشل في الإجابة عنه يعني آنشتاين الذي وضع النظرية النسمية من أين جاء بهذه الأفكار؟ الذي اخترع مثلا الطائرة من أين جاء؟ إذن الأفكار هنا تتولد في الإنسان في دماغ الإنسان وهذه طبيعة خلق الإنسان أن الله وضع فيه قدرة على التعلم والإبداع هذه القدرة غير موجودة لدى الملائكة لذلك ماذا قالوا؟ لما قال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليب الحكم إذن نحن يا رب لا نتعلم أي شيء إلا إذا أنت الذي علمتنا إياه تعلم أو تعليم مباشر قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم ما الذي حدث؟ قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون إذن الله عز وجل هو عالم الغيب ويعلم بالفعل أن هناك من سيسفك الدماء ولكن الله عز وجل وضع لك طريق الخير وطريق الشر ودلك على الخير ورغبك به وقال لك هذا الطريق يؤدي بك إلى الجنة وحذرك من طريق الشر ووضع فيه صعوبات يعني الشر اليوم صعب الفاحشة تحتاج إلى إنفاق الأموال والجهد وكذا وتصاب بأمراض جنسية ومشاكل نفسية ومشاكل اجتماعية إذن طريق الشر دائما فيه مشاكل وصعوبات صعبه الله على الناس وتجده ملتوي وفيه سبل كثيرة بينما طريق الحق مستقيم وسهل ومجاني يعني أنت تذهب إلى المسجد فتصلي مجانا ولكن لا تستطيع أن تذهب لتشرب الخمر وتمارس الفاحشة مجانا لاحظت فوضع لك طريق الخير مجاني آمن فيه الإطمئنان فيه السعادة فيه الراحة النفسية خالي من المشاكل والهموم والأمراض طريق الآخر طريق الشر طريق جهنم محفوف بالمشاكل والكوارث والفضائح والأمراض وغير ذلك ومكلف وبين لك قال اتبع هذا الطريق ولا تتبع طريق الشيطان فسبحان الله معظم الناس يصرون على اتباع طريق الشر لاحظ يعني سبحان الله ويتبعون إبليس من هنا أخي الحبيب يمكن أن نتعلم قاعدة مهمة جدا أن الله عز وجل أكرم سيدنا آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر حملناهم في البر من خلال أن الإنسان سخر الحيوانات لنقله الإبل والخيول وغير ذلك حديثا اخترع السيارات والطائرات وكله في البر وحملناهم في البر لأن الهواء هو جزء من البر والبحر اخترع السفن كل الكائنات على الأرض فشلت في اختراع سفينة مثلا هل رأيتم قردا يصنع سفينة ويتنقل بها لا مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى أعطى الخلافة لسيدنا آدم ومن بعده البشر فإذا أسأت استخدام هذه السلطة كنت من الذين سلكوا طريق إبليس والعياذ بالله الذي عصى الله سبحانه وتعالى فعليك أن تختار طريق الخير ولو كنت وحيدا ولو كنت من القلة القليلة التي تختار الطريق المستقيم الذي أراده الله سبحانه وتعالى لتصل به إلى الجنة وإلى مرضات الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا إنه عليم حكم ومجيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق